ما تقفلوش الفيديو انا انا اهلا وسهلا انا هي القناة ما دخلتوش قناة غلط ولا حاجة حلقة ده اني بس الحلقة دي بنقدمها لحضراتكم بالتعاون مع برنامج عن السينما تعاوننا الاول كان من خلال الحلقة اللي انا اتكلمت فيها عن مفهوم العالمية بالنسبة للممثلين العرب واللي في المقابل لها برنامج عن السينما كان عنده حلقة بيتكلم فيها عن صورة العرب في هوليوود الحلقة التالية على برنامج عن السينما كانت بتتكلم عن الافلام اللي بتناقش نهاية العالم وان شاء الله هيكون فيه مواضيع سينمائية تانية كتير برنامج عن السينما حينقشها بالتفاصيل لنك قناة البرنامج موجود تحت في الديسكريبشن وانصح بشدة بالاشتراك فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات المناقشات السينمائية على فيلم جامل ده موضوع جربناه على استحياء قبل كده في مرتين سابقتين ولكن يبدو ان هو نال استحسان حضرتكم لذلك ان شاء الله ححرص ان احنا نعمل منه حلقات كتير والنهاردة بنحاول نخلق الاستمردية دي من خلال مناقشة موضوع سينمائي جديد وموضوعنا ما هواش من الموضوعات اللي بتسئل فيها كتير ولكنه الحقيقة بيشغل تفكيري دايما من هو الممثل الشامل او المتكامل تعبير بنقرره كتير جدا واحنا بنوصف ممثلين على سبيل المتح الامكانيات التمثيلية بتاعة الشخص اللي احنا بنتكلم عنه هو طبعا عمره ما بيتقال عن ممثل او ممثلة ممكن اللي بيتكلم يكون شايف ان امكانياتهم محدودة بس برضو فكرة الفنان المتكامل دي مختلفة شوية والمثير للاهتمام في الموضوع ده هو عدم وجود تعريف مباشر ممكن نقيس عليه ما اذا كان الممثل او الممثلة شامل او شاملة او متكامل او متكاملة ولا لا طب ليه اصلا الوصول لتعريف للموضوع ده شيء مهم لان الحقيقة الصفة المشتركة في الممثلين اللي بيطلق عليهم هذا الوصف هو انهم بيشتغلوا كتير صعب قوي تلاقي ممثل مشتغلش الا 4-5 ادوار في اخر 10 سنين وتلاقي حد بيقول عليه فنان شامل او متكامل الموضوع مرتبط بشكل مباشر مع كثافة الحضور اذا فهو ممثل مطلوب وذهن صناع الافلام بيجريله بسرعة في عمليات الكاستنج وده لان الممثل الشامل او المتكامل ممثل مرن طب ازاي انا كممثل احاول اكتسب الصفة دي قدري كبير منها مرتبط بالامكانيات طبعا بس مبدئيا كده مفهوم وبديهي انك لازم تكون ممثل كويس ما بعد ذلك هو عملية اختيارات وسعي وطبعا طبعا لازم تكون انسان ملتزم ده قبل حتى ما تكون فنان ملتزم بتحضر وبتذاكر وبتيجي في موعيدك بتنامي موهبتك وبتعمل المطلوب لدورك مع نفسك وبتحاول توفي عدد كبير من المحاور منها محور الاشكال الفنية عاوز لما القائمين على الاعمال يكونوا بيشتغلوا في اي شكل من الاشكال الفنية يفكروا فيك لو بيتكلموا في السينما بيفكروا فيك لو بيتكلموا في التلفزيون بيفكروا فيك لو بيتكلموا في المسرح بيفكروا فيك بتنمي موهبتك الصوتية حتى عشان لو بيدوروا على حد يعمل دور في مسلسل اذاعي يفكروا فيك بتحاول تنمي قدراتك في مختلف الاشكال التعبيرية بتعرف تمثل بتعرف تغني بتعرف ترقص بتعرف تبارس بالسيف بتعرف تركب خيل بتعرف تجري بتعرف تتسلق ولو حتى حاجات بسيطة مش عاوز تبقى الممثل اللي بيرد في بعض الأحيان ويقول ما بعرفش ده المتعلق بقدراتك بعد ما استوفينا طبعا الشق بتاع الموهبة وطبعا الحاجات دي كلها لو انت بتدرس في أي أكاديمية أو أي معهد جاد للتمثيل فهما بيهتموا بيها اللي بيتطلب منك بعد كده بس إنك تنميها وتنوعها وتتمرن عليها في عندنا عقبة كبيرة قوي بقى بعد كده اسمها التوفيق انت حتكتهد وحتسعى حتنمي علاقات وحتكلم ناس بس أي ممثل جرب حظه قبل كده عارف كويس قوي إن الموضوع متوقف على التوفيق على فكرة أنا مش عامل الفيديو ده عشان أقدم للناس دليل كيف تصبح ممثلا أنا أصلا ما عنديش أي خبرة في الموضوع أنا بتكلم من منظوري كواحد بيتفرج وبيتابع ومن اللي أنا اتفرجت عليه وتابعته أقدر أؤكد إن ناس كتير بتتخطى العائق بتاع التوفيق وبعدين بتقع في فخ الاختيارات عارفين الجملة المكررة جدا بتاعة المخرجين حصروني في الدول الفلاني في جزء كبير من المسئولية في ذلك واقعة على الممثل نفسه لازم تستخدم أدوات الصبر وأدوات السعي للتنوع لازم تتعلم تقول لأ وأنا عارف كويس قوي قد إيه لأ في الشغل صعبة لازم تسعى إنك تعمل أدوار طيبة وأدوار شريرة أدوار سوية وأدوار مضطربة لازم تسعى وتحضر نفسك إنك تكون اختيار للأدوار اللي محدش تاني بيعملها المثال المصري اللي دايما بنتكلم عليه هو رامز أمير اللي كان بيعلم نفسه باركور وبيجتهد لأقصى درجة رغم إن ما فيش في تاريخ السينما المصرية ما يؤكد إن المهارة دي مطلوبة أصلا الممثل الشامل أو المتكامل بنلاحظ دايما إنه بيسعى إنه يشتغل في مدارس مختلفة لو حددنا الكلام في السينما بتلاقيهم دايما عايزين يشتغلوا مع أكبر عدد ممكن من المخرجين الكبار وبالذات لو المخرجين أو صناع الأفلام دول بيخوضوا مغامرات مختلفة بيشتغلوا دراما وبيشتغلوا كوميديا وبيشتغلوا أكشن بيشتغلوا خيال علمي وفضاء وأفلام وسترن وعلى ذكر أفلام الويسترن لو أنتم مهتمين شوية بالموضوع دا لازم تتفرجوا على الحلقة الأخيرة من برنامج عن السينما اللي فيها حديث مفصل عن تاريخ أفلام الويسترن وأفلام الكاوبويز أهم نجومها وأهم المحطات اللي مرت بيها أشكال تطورها ومناقشة سريعة لعدد كبير من أهم الأفلام في تاريخها لينك الحلقة برضو موجود تحت في الديسكريبشن وأنصحكم جدا إنكم تتفرجوا عليه أنا عارف إن الدنيا خدتنا شوية في سكة الأفلام الأمريكاني بس الحقيقة هي فعلا الأكثر تنوعا تلاقي الممثل أو الممثلة فيهم زي ما يكون معاهم لستة كده مليان عنوين عايزين يشطابوا عليها عايزين يكونوا اشتغلوا دراما وكوميديا وأكشن ورومانسي تلاقي الممثلين الرجالة بالتحديد لازم اللستة بتاعتهم يكون فيها فيلم وسترن وفيلم رياضة وفيلم الرياضة ده في الأغلب لازم يكون فيلم ملاكمة وعايزين يشتغلوا رعب وعايزين يشتغلوا أفلام حربية وعايزين يشتغلوا أفلام تاريخية ومهما فكرنا في ممثلين أو ممثلات ممكن يكونوا غطوا نطاق واسع جدا من الأدوار دايما هتلاقوا في حاجة نقصاهم الحاجة اللي بتخليهم دايما يكتهدوا ودايما يشتغلوا حتى لو كانت أسماءهم بتضي الانطباع أنهم مش محتاجين يعملوا ده تعالوا كده ناخد مثال للأستاذ توم كروز واحد من أكتر الممثلين المظلمين في الدنيا لإن دايما بينظر له على إنه مجرد وجه حلو عشان نشوف النطاق اللي الراجل ده اشتغل فيه شكله عامل إزاي وكمية الاكتهاد اللي تطلبت إنه يوصل لده ممكن تكون عاملة إزاي الراجل ده عمل دور الحبيب ودور البزنسمان اشتغل في أفلام تاريخية زي فارن دوي وده لس ساموراي عمل خيال علمي تقريبا بكل أنواعه من خلال أفلام عمل أفلام خيالية زي وده اللي اداله مدخل فريد جدا لأدوار الشر ورح ضايف عليها فيلم كولاترل قدر يوصل إنه يبقى بطل سلسلة أفلام من الأنجح على مر التاريخ من خلال أفلام مشان إمبوسبل وأكيد أنتوا عارفين المتطلبات الجسدية بتاعت أفلام مشان إمبوسبل عاملة إزاي وحارب عشان يحتفظ بدور البطولة فيها رغم الشكوك الكتير اللي جات له في مراحل مختلفة لدرجة إنه في مرحلة من المراحل قبل إنه هو ينافس جيرمي رينر على دور البطولة عمل كوميديا بنطاق واسع جدا منهم تصنيف أنا أظن إنه مالوش اسم في تروبيك ثاندر وعمل رياضة كذلك من خلال دوره في فيلم دايزوف ثاندر عمل ثاندر مرتين خدوا بالكم ما اعتقدش إنه اشتغل في الوسترن قبل كده ولذلك أعتقد إنه واحد من تصنيفات قليلة ممكن ما يكونش عد عليها وما اعتقدش إنه هو من الممثلين اللي بيحبوا ينوعوا قوي في المدارس اللي بيشتغلوا جواها آه هو اشتغل مع ستيفن سبيلبرج واشتغل مع مايكل مان واشتغل مع ستانلي كوبريك بس تلاقيه من النوعية اللي لو اشتغل مع حد وفهمه بعض بيحب يكمل معه شوية زي دوغ ليمن مثلا أو كريستوفر ماكواري دي نقطة ممكن حد زي ليوناردو ديكابريو يتفوق عليه فيها بشكل مباشر جماعة ديكابريو لو بيحاول يلم مخرجين مش هيعمل اللي هو اعمله ده ده اشتغل مع كلينت إيستوود كوينتين تارنتينو واشتغل مع تارنتينو مساعد وبطل اشتغل مع نولن واشتغل مع انياريتو واشتغل مع جيمس كاميرون اللي أصلا تقريبا ما بيشتغلش اشتغل مع ستيفن سبيلبرج واشتغل مع سام ماندز ويعتبر الفتى المفضل لمارتين سكورسيزي عمل تاريخي وعمل كوميدي وعمل زابط وعمل شرير الناس كتير ممكن متاخدش بالها انه عمل وسترن من خلال فيلم دا كوي كان دا داد وهو كان فيلم تعبان يعني بس هو عمل نوعيته المفضلة هي الشخصيات للتتصدر المشهد والفيلم كله بيكون دراسة لرحلتها وده طبعا بسبب اقترانه المباشر مع مارتين سكورسيزي يمكن لنقصه بس لو انا مش غلطان الافلام الحربية وافلام الرياضة هنلاقي يا جماعة ان في السينما العالمية وفي السينما الامريكية بالتحديد صعب اوي حد يوصل للمكانة دي بدون هذا القدر من الاجتهاد والتنوع براد بيت توم هانكس روسل كرو ناس كتير اوي وعشان اعود عدد مش هخلص بس تعالوا نحاول نبص بسرعة عندنا احنا بقى هل السعي المستمر للتنوع والتكامل صفة اساسية في الاسماء الكبيرة عندنا محمود عبدالعزيز محمود ياسين نور الشريف احمد زكي عاد الامام عاد الامام اللي ابتدت دنيا من اول الادوار المسندة التالتة والربعة مرورا بكل حاجة ممكن نتخيلها وتميز في الاساس بما يمكن ان يسمى بالدراما الخفيفة او الافلام الكوميدية وفي الافلام الكوميدية عمل النوعين النوع الصارخ جدا اللي بيهدف للضحك فقط والنوع اللي ممكن يكون تحتيه بعض الطبقات واللي ممكن يتاخد على محمل الجد بس برضو ساعة انه يعمل دور الشرير في فيلم زي الانس والجن وساعة انه يعمل دور المجرم وساعة انه يعمل دور الساذج وقدم نطاق جوا ده سواء في حاجة زي حب في الزنزانة او حاجة زي الهلفوت اجتهت شوية في الحاجات اللي ممكن يتقال عليها تاريخية وعمل شمس الزناتي اعاد الاهتمام مرة اخرى بالافلام اللي احدثها كلها بالدور في يوم واحد من خلال الارهاب والكباب وطبعا لازم نكون متعقلين شوية مش هنحسب الممثلين العرب على انهم ما عملوش افلام حربية او ما عملوش افلام فضاء او ما عملوش افلام وسترن وده لان اصلا التصنيفات الرئيسية البسيطة الدرامية العادية ما بنعملهاش احنا ما بنعملش افلام دراما محاكم بالقدر الكافي والغاية قريب جدا لحد ما ظهر مروان حامد واحمد مراد كان عندنا افلام الاثارة والجريمة وافلام الاثارة النفسية تقريبا مش موجودة وزي ما فيه صعوبات لبعض الصناعات في انها تدخل في بعض التصنيفات فعندنا ظلم واضح ونسبي طبعا للممثلات بشكل عام في عدد كبير من التصنيفات اللي اتكلمنا عليها في السينما الهوليودية الستات تقريبا ما بيدخلوهاش ومع ذلك المتميزات جدا منهم دايما بيسعوا واحدة زي ميرل ستريب استنت كتير جدا لغاية لما عملت الفيلم الغنائي الرقص اللي كان نفسها فيه واحدة زي جيسيكا تشاستين مؤخرا بتحاول انها تسعى وتنوع اشتغلت رعب واشتغلت فضاء واشتغلت حرب واشتغلت تاريخ مار جروبي وان كانت امكانياتها التمثيلية انا لسه مصمم انها مش على المستوى المطلوب ولكن بتستغل القدرات والقوة اللي بقت عندها داخل الصناعة عشان تبني نفسها سيفي كويس عندنا في مصر فيه ممثلات كتير سعوا بشكل واضح لخلق العنصر بتاع التنوع حد زي نبيل عبيت حد زي يسرى يسرى دي تقريبا الممثلة المصرية الوحيدة اللي شاركت في فيلمين رعب وعملت كوميديا كتير وعملت افلام جدة كتير جدا طبعا وعملت رومانسي وعملت حاجات كتير قوي ممكن تكون كمان جربت حظها في الاستعراض في بعض الاوقات وسجلها لا يخلو من الافلام التاريخية من خلال فيلم المهاجر اللي بحاول اوصله هو ان السعي وراء التنوع دايما ليه جوائزه ومكافآته جايز يكون بياخد وقت طويل جدا عشان يتبني واكيد فيه معاناة كبيرة جدا في طريق الوصول دي وقليلين جدا طبعا اللي بينجحوا في انهم يتخطوا العائق الاول والعائق التاني واقل كمان اللي عندهم حرية الاختيار ومن القليل قوي قوي ده ممكن يكون فيه ناس كتير بتعرف تمثل وعندها موهبة كويسة بس مش كتير ابدا اللي ينفع فعلا نقول عليهم انهم ممثلين شاملين او متكملين ده رأيي وتقريبا اغلب الافكار اللي كانت موجودة في ذهني بخصوص الموضوع ده ويهمني جدا اعرف رأيكم يا ترى مين الممثل او الممثلة اللي في رأيكم ممكن يكونوا الاكثر تكاملا سواء على مستوى السينما العالمية او السينما العربية ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارو و لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجليكم الحلقات اول بول طابعونا على فيسبوك وتويتر ونيمو بوديو وبي باي